السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام السياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة ان شاء الله بنكمل مع بعض شرح منهج discover اكتشف primary 1 الصف الاول الابتدائي term 2 الترم الثاني ومع الحلقة رقم 19 او رقم 19 وهنبتدي النهاردة نشرح شابتر 2 او الفصل الثاني communicating with numbers او التواصل بالارقام التواصل عن طريق الارقام وطبعا ده في المحور الرابع communication التواصل او الاتصال وزي ما احنا متعودين مع بعض يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا شابتر 2 زي ما احنا شايفين قدامنا عنوانه communicating with numbers communicating with numbers التواصل بالارقام ان احنا نتواصل ونتعبر عن نفسنا ونعبر عن our environment او عن البيئة بتاعتنا with numbers او بالارقام احنا عرفنا في الشابتر اللي فات او في شابتر 1 ازاي نعمل communicating with words او ان احنا نتواصل عن طريق الكلمات في ال story telling او في اخبار القصص واهمية الكلمات واهمية كل كلمة بنعبر بها عن نفسنا دلوقتي هنتعرف ازاي ممكن نعمل communicating او نعمل تواصل او نتكلم مع بعض ونعبر عن نفسنا ونعبر عن البيئة بتاعتنا عن طريق الارقام او with numbers ومن ثنين لاول بيج في الشابتر ده خليكم معي واول صفحة في الشابتر ده هي بيج 107 او صفحة 107 وهنا بيقول لنا numbers in our world numbers الارقام in our world في العالم بتاعنا in our world في عالمنا فانا بيكلمنا عن الارقام في العالم بتاعنا وزي ما قلتلك يا اصحابي ان الارقام ممكن نتواصل بها ونعمل communicating with numbers عن طريق ان احنا نعبر عن نفسنا مثلا ممكن اقول لك امري قد ايه بالارقام ممكن اقول لك انا ساكن فين بالارقام ممكن اقول لك رقم تليفوني بالارقام ممكن اقول لك مقاس الهدوم اللي انا لبسها بالارقام ممكن كمان اقول لك الوقت دلوقتي بالارقام حاجات كتير جدا ممكن تعبر عنها وتعمل communicating with numbers لتعبير عنها فالنمبرز او الارقام مهمة جدا وبتساعدنا ان احنا نعبر عن نفسينا او ourselves وعن البيئة بتاعتنا او our environment او عن المجتمع بتاعنا او our community العالم بتاعنا فانا بيكلمنا عن النمبرز او الارقام in our world في عالمنا وبيقول لنا find يعني اوجد the numbers الارقام in the images في الصور on the page اللي موجودة في الصفحة دي discuss نائش what information what يعني ما او ماذا information المعلومات the numbers communicate the numbers communicate اللي بتعبر عنها الارقام دي فكل صورة في الصور دي اصحابي فيها numbers او ارقام وكل نوع من انواع الصور دي فيها numbers معينة بتعبر numbers d او الارقام اللي موجودة في كل صورة من دول عن حاجة معينة او عن معلومة معينة ففي اول صورة هنا ده الراس تراك الراس تراك او المكان بتاع الراس او السباق طبعا احنا عارفين الراس او السباق لما بيبقى موجود في ريس او سباق بين الكارز او العربيات او بين مثلا بعض الرانرز او العدقين الناس اللي بتجري بيبقى كل حد داخل في السباق سواء كانت عربية او كان مثلا متسابق بيجري بيبقى ليه رقم على التراك على خط البداية بيبقى ليه المكان بتاعه اللي بيجري فيه وليه رقم على التراك او على المسار بتاع السباق فهنا ال numbers هنا بتعبر عن ايه؟ عن رقم كل متسابق عن رقم كل عربية داخل السباق كل عربية او كل متسابق من الناس اللي بتجري في الراس دا او في السباق دا بيبقى ليه رقم هو واقف عليه على لما يجي يبدأ السباق كل واحد يبقى واقف على رقم بتاعه ويجروا كلهم في نفس الوقت مع بعض طب في ال image التاني او في الصورة التانية هنا طبعا دي لعبة التصويب بالاسهم اللي هي اللعبة اللي احنا شايفين شكلها دي بتبقى فيها ارقام طبعا على اللوحة اللي احنا بنشن عليها او اللي احنا بنصوب عليها طبعا كل دايرة من دول لها number زي ما احنا شايفين قدامنا وكل ما انت ترمي السهم بتاعك كل ما دي على number قريب من center او المركز بتاع الدايرة كل ما كان دقة التنشين بتاعتك اعلى حتى ان انت اول ما تنشن علي النقطة اللي في النص دي بانت صاحب اعلى تنشين طب ال image التالت او الصورة التالتة بيورينا هنا ان ال numbers كمان ممكن نعمل بيها communicating او نعمل بيها تعبير عنها المعلومات عن طريق ان احنا نرقم بيها كمان الحيوانات لو في مزرعة معينة او في مكان معين ممكن نحط number او رقم لكل حيوان زي ما احنا شايفين قدامنا في ال image الرابع بيورينا هنا كمان ان ال numbers بنعبر بيها عن ال time او عن الوقت زي ما احنا شايفين قدامنا ال clock او المنبه ده او الساعة دي فيها numbers زي ما احنا شايفين قدامنا مكتوبة وطبعا ال numbers بتعبر عن الوقت او عن ال time طب في ال image الخامس موجود فيه numbers على الكراسي او على ال chairs اللي موجودة دي انت لو رايح حفلة معينة او لو رايح ماتش من ماتشات الكورة هتلاقي طبعا ان كل chair او كل كورسي ليه number او ليه رقم بانت لما تيجي تقطع التذكارة بتاعتك بتقولك ان انت بتقود على الكورسي رقم كذا فال numbers بتعبر هنا عن ال place عن ال place او عن المكان اللي انت هتقود فيه طب هنا كمان في ال image السادس او ال image number 6 ال numbers هنا في السيرموميتر السيرموميتر اللي هو الترموميتر اللي احنا بنقيس به درجة الحرارة لو حد اللي قدر العين شوية بنقيس درجة حرارته بنشوفه سخنه ولا لا فهنا ال numbers بتورينا او بتوضح لنا او بتعمل communicating لل temperature او لدرجة الحرارة وفي ال image number 7 او في الصورة رقم 7 طبعا الميتر او المتر ده احنا بنعمل بيه قياس لل distance او للمساحة طبعا المتر ده بنقيس به المسافات فهنا ال numbers هنا بتعبر عن distance او عن المسافة وفي ال image الاخيرة او في ال image number 8 ال number هنا مكتوبة على صندوق البريد صندوق البريد طبعا اللي بيعبر عن العنوان لو انت ما بقضت لك جواب معين من اي مكان في الدنيا هيسألك طبعا ايه هو رقمك البريدي ايه الرقم بتاعك اللي بيوصلك عليه البريد فلازم يكون ليك number او على الاقل المكان السكن اللي انت فيه بيبقى ليه number او ليه رقم بيوضح المكان اللي انت بتوصل لك الجوابات عليه فهنا بيوضح لنا في ال page ده اهمية numbers او الارقام في ان احنا نعمل communicating مع بعض او ان احنا نتواصل مع بعض ونعبر عن ourselves او انفسنا او our community المجتمع بتاعنا او our environment البيئة بتاعتنا with numbers او بالارقام وين تنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 108 او صفحة 108 وانوانها menu numbers menu اللي هي قائمة الطعام القيمة بتاعت الطعام والاسعار القيمة بتاعت اي ريستورانت او اي مطعم بيبقى في قائمة بيبقى موجود فيها الاطعمة او الاكل اللي هما بيقدموه والمشروبات كمان وبيبقى كل اكل او كل نوع من انواع الاكل بيبقى ليه سعر وطبعا احنا بنعرف السعر عن طريق المينيو دي او عن طريق القيمة بتاعت الاسعار دي فهنا بيكلمنا عن ال numbers او الارقام الموجودة في المينيو او في اي مينيو وبيقول لنا هنا circle, circle ضع دائرة حول the numbers, the numbers الارقام that communicate price in green اللي بتوضح communicate price اللي بتوضح الاسعار in green, in green باللون الاخضر يبقى اول حاجة مطلوبة مننا ان احنا نشوف الارقام اللي بتعمل communicate prices او اللي هي بتوضح لنا الارقام بتاعت الاسعار in green باللون الاخضر يبقى الاسعار هنحط حواليها دائرة خضرة تاني حاجة بيقول لنا circle ضع دائرة حول the numbers that communicate time in yellow الارقام اللي بتعبر عن الوقت in yellow باللون الاصفر ثالث حاجة circle ضع دائرة حول the remaining numbers remaining المتبقي الباقي numbers الارقام الباقية in blue, in blue باللون الازرق what information ما هي المعلومات do they communicate اللي الارقام دي بتوصلها اللي احنا هنحط حواليها circle in blue circle in blue او باللون الازرق تعالوا نقرأ المنيو او قيمة الطعام ونشوف ال numbers اللي بتعبر عن prices او الاسعار علشان نحط حواليها circle in green او دائرة باللون الاخضر والارقام او ال numbers اللي بتعمل communicate لال time او للوقت عشان نعمل حواليها circle in yellow او باللون الاصفر واخر حاجة remaining numbers او الارقام المتبقية هنعمل حواليها circle in blue او باللون الازرق فواضح قدامنا ادي المنيو بتاعتنا مكتوب فيها طبعا اول حاجة soups او انواع الشربات طبعا احنا عارفين الشربة وانا بيقول لنا one pool one pool يعني طبق واحد او سلطانية واحدة الطبق الغويت اللي احنا بنحط فيه الشربة وكاتب هنا three four five three hundred and forty five ميلي hundred and forty five ميلي يعني حجمها ادي ايه بالملي متر حوالي تلت لتر شربة طبعا ده في البول وده رقم الرقم ده ما بيعبرش على عن price او عن سعر ولا بيعبر كمان عن time او عن وقت فهنحط حوالي circle in احنا قلنا طبعا يا اصحابي ال price او الاسعار بنحط حواليها circle in green او بالاخدر طب واللي بتعبر عن ال time او عن الوقت بنحط حواليها circle in yellow بالاصفر طب وال remaining numbers او الارقام البقية بنحط حواليها circle in a شطرين in blue او باللون الازرق طبعا ده طبعا طبعا ده طبع ال remaining numbers او الارقام المتبقية لانه هو لا بيعبر عن price او عن سعر ولا هو كمان بيعبر عن time او عن وقت فهنحط حواليه circle in blue او باللون الازرق زي ما احنا شايفين قدامنا طب مكتوب تحت منها ايه اصحابي مكتوب تحت منها lentil soup طبعا الشربة دي سعرها ايه 4 LE او 4 pounds طب ال 4 LE دي بتعبر عن ايه عن price ولا time ولا طبعا remaining شطرين ده price اربعة جنيه 4 LE او 4 pounds ده price فنحط حواليها circle in green لانه هو قلنا price بال green اه دي اول circle طب ويه الملوخية الملوخية او الملوخية زي ما احنا عارفينها سعرها ايه سعرها 4 LE او 4 pounds فهنحط حواليها برضو circle in green لان دي بتعبر عن price زي ما احنا شايفين قدامنا طب تاني حاجة مكتوب هنا حمص اللي هو الحمص زي ما احنا عارفينه و 3 LE او 3 pounds طبعا ده price برضو هنحط حواليها circle in green تاهيني سوس او ايه السلطة التحينة طبعا سعرها ايه سعرها 3 pounds او 3 LE فنحط حواليها circle in green برضو لان ده price طب والسالات السالات او السلطات مكتوب هنا green salad green salad او سلطة خضرة سعرها كام سعرها 5 LE او 5 pounds ده طبعا price هنحط حواليها circle in green طب و مكتوب تحت منها yogurt salad او سلطة زبادي سعرها 7 LE او 7 جنيه ده طبعا price هنحط حواليها circle in green طب هنا مكتوب 1 LE او 1 pound فنحط حواليها circle in green زي ما احنا شايفين قدامنا طب في هنا كمان موز باللبن او banana with milk اللي هو الموز باللبن 3 LE 3 LE او 3 جنيه طبعا هنحط حواليها circle in green لان ده price سلام لو الاسعار دي حقيقية تبقى حاجة جميلة جدا واخر حاجة هنا مكتوب appetizers او اللي هي المقبلات الحاجات اللي بتفتح النفس بيحطوها جنب الاكل فهنا مكتوب عندنا هنا mixed olives او طبعا زيتون مشكل يعني انواع من الزيتون مختلطة مع بعضها وهنا 2 LE او 2 pounds وده طبعا price برضو فنحط حواليها circle in green واخر حاجة فلافل فلافل اللي هي الفلافل او الطعمية و4 LE او 4 جنيه فنحط حواليها circle in green او دايرة باللون الاخضر لان ده برضو price او سعر زي ما احنا عارفين كده احنا اعلمنا كل النومبرز اللي موجودة في المينيو من فوق في الجزء اللي تحت هنا 4000 وباكتين مكتوب جنبها اصر النيل كايرو ايجبت او شارع اصر النيل او في اصر النيل في القاهرة ف4000 ده بيعبر عن price لا ده عنوان طب ده لبرايس او عنوان ولا هو كمان تايم او وقت فده تبع الريميننج نومبرز او الارقام المتبقية لانه هو بيعبر عن عنوان او ادرس فنحط حواليه circle in blue زي ما احنا عارفين او دايرة باللون الازرق وهنا مكتوب hours او الساعات الساعات اللي هما بيفتحوا فيها والتوقيب بتاع الوقت بتاعهم من 11 من الساعة 10 till 8 او الساعة 8 دايلة يوميا ف11 دي الساعة 10 هنحط حواليها circle in yellow او باللون الاصفر زي ما احنا عارفين لانه هو قال لنا numbers اللي بتعمل communicate او بتعبر عن time اللي بتعمل communicate time او اللي بتعبر عن الوقت هنحط حواليها circle in yellow طب وال8 دي باردو time فهنحط حواليها circle in yellow او باللون الاصفر واخر حاجة هنا مكتوب هنا رقم تليفون 0255 في الاخر واحد واحد فده طبعا لهو price او سعر ولهو time او وقت فهنحطه طبع remaining numbers او الارقام المتبقية لانه هو telephone number او رقم تليفون وهنحطه حواليه circle in blue او باللون او باللون الازرق زي ما احنا شايفين قدامنا وبكده احنا قدرنا نحدد كل نوع من انواع ال numbers المختلفة الموجودة في المينيو دي وعرفنا نحددها بشكل سليم ونتنيل للبيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 109 او صفحة 109 وانوانها useful numbers او ارقام مفيدة useful يعني مفيد useful يعني مفيد ونمبرز ارقام useful numbers ارقام مفيدة وانا بيقول لنا think about يعني فكر في a time وقت when numbers لما الارقام عندما الارقام gave you information أعطتك gave you information معلومات أعطتك معلومات draw a picture draw a picture ارسم صورة complete the sentence اكمل الجملة complete يعني اكمل the sentence الجملة مرة كمان think about a time when numbers gave you information draw a picture complete the sentence يبقى المفروض هنا احنا هنرسم صورة بتوضح موقف او مرة من المرات النومبرز give you information أعطتك معلومات وبعدين بعد ما ترسم الصورة دي هتعمل complete او هتكمل sentence او الجملة الموجودة في page below في الصفحة من الاسفل ومكتوب حتى هنا i use numbers to i use يعني انا استخدم i i use استخدم numbers الارقام to لكي وهنا في dots او نقاط المفروض ان احنا نعمل complete للسنتنس دي فممكن هنا نرسم ايه يا اصحابي او في البوكس ده ممكن مثلا نرسم صورة ساعة ساعة او الكلوك بتعبر عن الوقت والكلوك او الساعة بتجيب you information all the time بتقولك على معلومات طول الوقت يعني انت من غير الساعة متقدرش مثلا تعرف معاد اللي انت هتروح فيه لسكول او المدرسة الساعة مهمة جدا في حياتنا فانا مثلا ممكن ارسم هنا كلوك او ساعة والارقام بتاعتها تبقى واضحة وجميلة زي ما احنا شايفين قدامنا وبكده احنا فكرنا لما numbers او الارقام give you information اعطتك معلومات ورسمنا كمان الصورة draw a picture رسمنا الصورة طب احنا نقص لنا دلوقتي احنا نعمل complete او نكمل السنتنس او الجملة فانا بيقول لنا I use numbers to انا بستخدم الارقام لكي مثلا اعمل ايه total time لاخبر الوقت total time total time لاخبر الوقت I use numbers to till time ممكن حد تاني يرسم حاجة تانية ممكن حد تاني مثلا يرسم thermometer او thermometer اللي بيئيس درجة الحرارة او temperature ويرسم فيه مثلا التدريج بتاعه ويرسم numbers بتاعته ويكتب تحتنا I use numbers to مثلا till temperature او نانا اقول درجة الحرارة فما فيش اجابة نموذجية زي ما احنا عارفين المهم ان احنا نفكر ونتخيل وبعد كده نبقى فاهمين المعلومة بشكل سليم ونحاول نشوف امثلة كتيرة نضربها في عقلنا ونفكر فيها بعقلنا علشان خاطر نبقى فاهمين الدرس بشكل كويس وبعد كده نكتب اي اجابة احنا شايفين ان هي مناسبة وبكده نكون انهينا درس النهاردة لو اعجبك الدرس اعمل لايك والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة واتفرق معا كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الجروب بتاعنا كمان وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الوصف او في الديسكريبشن اسفل الفيديو واسايب لكم كمان اللينكس او الروابط بتاعت كل قوائم التشغيل الخاصة بكل المراحل الترم الاول والترم التاني بشكل منظم جدا لو حبيتوا ترجعوا لها في اي وقت تحتلقوها في الديسكريبشن بتاع الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته